طالبت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي أهالي مدينة الرمادي بترك منازلهم على الفور قبل بدء الوجوم على المدينة بينما أكد مجلس محافظة الأنبار عدم تمكن السكان من الخروج من المدينة على الرغم من مضي 24 ساعة على التحذير الذي أطلقته قيادة القوات العراقية طارق ماهر والمزيد أكثر من ستة آلاف مدني من أهالي الرمادي محتجزون داخل أحياء مدينتهم كما تقول حكومة الأنبار المحلية في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لاقتحام المدينة من جانب آخر أفادت الأنباء بأن تنظيم الدولة الإسلامية أغلق مداخل الرمادي ومخارجها بالكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة لمنع الأهالي من الخروج وهدد مقاتل التنظيم عبر مكبرات الصوت بأن عقوبة الموت ستحل بكل من يرفع الراية البيضاء فوق منزله وفي تلك الأثناء تواصل الفرقة الثامنة من الجيش العراقي قصف مواقع المسلحين داخل المدينة بالتزامن مع قصف مروحيات الجيش ليبقى الأهالي عالقين وسط المواجهات والقصف والتهديد ترجمة نانسي قنقر